بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد يولا إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول الله تعالى في كتابه الحكيم بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبري ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم في هذه الآيات الكريمة يمتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأنه نصرهم واحد مواطن كثيرة جدا مثل بدر مثل الأحزاب وبني المصطلق وغيرها وخص الله سبحانه وتعالى غزوة حنين نظرا للعبر والدروس الكثيرة الموجودة في هذه الغزوة وعطى الله سبحانه وتعالى المؤمنين درس بليغ لأنهم أعجبتهم كثرتهم وقال الله سبحانه وتعالى بأنه لم تغني عنهم شيئا سبب هذه الغزوة أي غزوة حنين وأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح كثيرا من الأماكن في الجزيرة العربية وأدعنت كثير من القبائل وأرسلت وفودها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ما كانش هو الطبع بعض القبائل اللي بقت على العناد ديلها وعلى الغطرصة وعلى الشرك ديلها ومن هذه القبائل قبيلة تقيف وقبيلة هوازين الذين أو لتين أجمعت أمرهما على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محاربته النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف أنهم أجمعوا أمرهم وأخرجوا نساءهم ورجالهم وأموالهم نظن منهم أنهم سيدافعون عن أموالهم وعن أبنائهم إذا خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في السنة الثامنة في شوال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عندما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بهذه العدة والعتاد شل أمرهم ولكن سيكون هناك حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الصحابة لخرج مع النبي هو 12 ألف عشر من الذين فتحوا مكة ثم ألفان من أهل المدينة واحد الرجل خبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله في الطريق إليهم لقوا واحد شجرة عظيمة خضراء تسمى دات أنوات وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا دات أنوات كما لهم دات أنوات كانوا أهل جاهلية يعلقوا عليها أسلحة دي لهم وكانوا يطفوا بها ويدبحوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم اغضب وقال لهم والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله زاد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبرين ودراعا بدراع حتى لئن دخلوا جحر ضب لذلك الحيوان دي الصحراء يبحل تمسحه وصغر لدخلتموه معهم المسلمون لا ينبغي أن يقلدوا المشركين في شركهم لكن غد يكون تقليد دي المسلمين لغيرهم يقلدونهم في الأمور الجيدة في الأمور الحسنة التي تدل على وليس أما في أمور العبادات وفي العقائد فقد أغنان الله سبحانه وتعالى بديننا لنا في عقيدتنا ولنا في عبادتنا وفي أخلاقنا ما يفي بالغرض بعد يومين من السير وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان إلى وادي حنين والجد نبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولكن هوازن وتقيف سبقوه لهذاك المكان وكمنوا تحضرهم زيان في ذك الشعاب وكمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم بات النبي صلى الله عليه وسلم في وادي حنين في الصباح بعد صلاة الفجر انطلق مع الصحابة ولكن فوجئوا أن هؤلاء الناس كانوا يرمونهم بالسهام وبالنبال كالمطر ما جاءوا في ندوز هذا المفاجأة الأولى حتى يجمع لهم هجمة رجل واحد فانهزم الصحابة وانكسروا كسرة مدوية حتى أن أبا سفيان وكان حديث عهد بالإسلام قال لهم لن تنتهي هزيمتهم حتى إلى البحر وقال واحد أخر قال لهم لقد بصل السحر محمد لقد بصل السحر النبي صلى الله عليه وسلم بقصامد وتيقول إليّ أيها الناس هلموا إليّ أيها الناس أنا محمد رسول الله أنا رسول الله ما بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طائفة من أهل بيته وبعض المهاجرين كان ركب على البغلاديالو ويذهب يمنة ويسرة ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لكن الصحابة هزموا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على البغلاديالو ودع الله تعالى نصره قال يارب بعثني النصر لي واعتيني به ثم صحف العباس قال له صحفي الناس نادي الناس فقال العباس أين أنتم يا أهل الصمرة المراد بها الشجرة يعني بها أهل بيعة الرضوان ما جاء الصحابة فين يسمعوا النداء دي العباس حتى رجعوا يقول العباس يوصفها ذاك الرجعة دي لهم كان رجوع البقرة إذا تفكرت ابنها إذا تفكرت والدها في البيت كتقدم كل شيء يقدمها وجاء المهاجرون وجاء الأنصار وجاء الأعراب والتفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيص خذ النبي صلى الله عليه وسلم حفن من طراب ورماها في وجوه القوم ما بقشي واحد من هواز ما صابوش حاجة ومن ذلك الوقت أصبح أمرهم إلى إدبار وكان نصر مؤذر للمسلمين قتلوا منهم قرابة المئة وأصاروا منهم عددا كبيرا جدا وغنموا منهم أعدادا كبيرا جدا لك فين عرفوا أنه استلف دي السبي دي العبيد رجال ونساء وأطفال أربعين ألف من الشياه أربع وعشرين ألف من الإبل وكثير من المال قرابة أربعين ألف أقية دي المال وهربوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك المال وذلك السبي ووضعه في مكان يسمى بالجع الرانع ثم انصرف من أجل تأديب هؤلاء الناس طائفة منهم هربت إلى أوطاس وطائفة هربت إلى نخلة والطائفة الكبيرة هربت إلى الطائف رسول النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا أوطاس ونخلة وذهب مع أصحابه إلى الطائف بعد مدة لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الطائف تعصر عليه فتحها وأصيب المسلمون بجراحات كثيرة وأقام عليهم أربعين يوما وكاد أن يفتح بعض حصونها ولكن لم يفتحها استشر مع الصحابة دياله قال لي وحد الصحابة يا رسول الله هل الناس عاملين بحال واحد تعلم نخلوا واحد الغار إذا وقفت عليه غادي تأخذوا ولكن إلى أخلتهم غادي ضركوا له قال النبي صلى الله عليه وسلم العمر قل للناس رحلوا قالوا لي يا رسول الله احنا غادي نفتحوا وغادي نفتحوا هذا قال ليهم ما كحتاش مشكلة بقالوا نهار خور زادوا جراحات أخرى فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرتحلوا وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فقالا الصحابة ردوان الله عليهم ثم قالوا يا رسول الله ادعي على هذه الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي تقيفا واتي بها يا رب اهديهم اجيبهم لي فكان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع للجعية الرانة وكينتظر هذه الناس ربعة عشر يوم وكينتظرهم باش يجي ويعطيهم الأموال ديالهم ويعطيهم كذلك الأولاد ديالهم مجاوش ويوزع النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الأموال على المؤلفة قلوبهم وعطى بعض الناس مية جمال وعطى لهم أقيت كثير جدا والأنصار ردوان الله عليهم وجدوا في أنفسهم ما وجدوه واشتكوا له وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قالوا رضينا يا رسول الله قالوا رضينا لمعه رسول الله ره معاه البركة ديال الدنيا ومعاه البركة ديال الآخرة بعد مدة قليلة جاء أهلها وازن وأسلموا وصفته الوفز فيها 14 وحد قالوا يا رسول الله رد علينا أولادنا والمال ديالنا قال ليهم واحدة اللي عندكم إما المال وإما فقالوا أولادنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلب من الصحابة بشير ردع لهم أولاد ديالهم وردع لهم الأولاد ديالهم وأسلموا وحسنوا إسلامهم ونبي صلى الله عليه وسلم أرجع لمكة ثم اعتمر ووضع على مكة عتاب بن أسيد ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين